الوطني على مد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الامن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الاحمر وذاب المندب وذلك لمدة ستة اشهر اضافية او لحين انتهاء المهمة القتالية ايهما اقرب في تأكيد على التزام مصر بحفاظها على الامن القومي وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في العمليات العسكرية بمنطقة داب المندب لمدة ستة اشهر اضافية او لحين انتهاء مهمة القتالية قرار مجلس الدفاع الوطني واكد استمرار مصر في التحالف العربي لاعادة الشرعية في اليمن والذي بدأ في نهاية مارس الماضي ضد قوات الحسيين وعلي عبدالله صالح تحت مسمى عمليات عاصفة الحزم قبل ان تتحول الى اعادة الامل وهي العمليات التي تحقق نجاحا كبيرا حاليا بعدما استطاعت قوات المقاومة الشعبية المواليد الرئيس الشرع عبدالرب منصور هادي في استعادة مدينة عدن الاستراتيجية وعودة رئيس الوزراء اليمني الى ممارسة نهمه منها قرار مجلس الدفاع الوطني كان تأكيدا على عدم صحة التقارير الاعلامية حول تغير موقف مصر اتجاه الازمة اليمنية ووجود ازمة مع السعودية وهو ما نفته زيارة ولي ولي العهد السودي محمد بن سلمان وتوصل البلدين الى اتفاق القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري والذي ينتظر تفعيله خلال الايام المقبلة بعد المحادثات الهاتفية التي اجراها الرئيس السيسي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حالا مستمرة معكم مشاهدين بعد هذا الفضل